فيلمنا بيبدأ بالشخص المرعب ده واسمه كاراباكس وشغل مع شركة كورد لتصنيع الأسلحة وصاحبة الشركة دي اسمها فيكي كورد المهم ان فيكي كورد والمرعب كاراباكس كانت موقع تابعة للشركة وشكلهم كده بيصنعوا سلاح خارط وشكله قوي جدا وعلى شكله خنفسة وبيطلقوا عليه بلو بيتل ومن الواضح انه سلاح قديم وكان مدفون في مكان اتاري وشركة كورد هي اللي اكتشفته انه روح بقى للشخص ده اللي لسه مخلص كلية ورجع لبلده واسمه خيمة ريس وعيلته كلها كانت مستنيها في المطار ودي اخته ميلاجور وهنقول عليها مليك المهم انه من الواضح انهم كانوا محضرين لابنهم مفاجأة مش سعيدة اوي ومليك قالت لهم اول ما اشوفوها اعرفو وعليها مبوس رجلي بلاش انتي ولما سألتهم ليه بلاش انا ابوها رد عليها وقال لها لان انت بالذات حتى الاخبار الجميلة بتطلع من بوقك كأنها اخبار زبت فقفل بوقك ده خالص وخيموا وصل لهم في وقته وكلهم رحبوا بيه واخدوا بقى على مطعم جميل علشان يحتفلوا بوصوله وبعد ما خلص اكله والدنيا عبقت حلوة اخته قالت ايه مش هتعرفو المصيبة اللي احنا فيها فقال لها توصدي ايه ولما قالوا معرفوش اتلموا هرتلوح انا خلاص فسيرنا بيتنا لاننا ما معناش ندفع الاجار فاتصدم والاكل واقف في زوره ولما نحب يلاقي حل قال لهم طيب يبقى نزود شغلنا في المحل فقالوا له لا ما احنا اخفرنا المحل برضو لانه بقى موضة قديمة وفيه متاجر جديدة فتحت حوالينا وكمال ابو ما بقاش قادر يشتغل بعد ما تصب بنوبة قلبية فاتصدم اكتر وبقال له ما تخافش دي حاجة بسيطة وتعالجت منها خلاص ويعين الواد خد الصدمة بجد ونفسه تسدت عن الاكل وكل ده بسبب شوية الكآبة اللي اسمها الميلي المهم انه قرر يشتغل و يساعد اهله باي طريقة وفعلا تاني يوم رفحه اخت بيشتغل وفنه اختبع لشركة كورد ودين جينيفر بنت اخو فيكي كورد والمفروض انها هشريكة معاها في الشركة دي وراحت لفيكي كورد وقالت لها انت عابفة لان مشروع او الحنفسة بلو بيتل اتوقف عن طريق والدي من سنين طويلة لانه مش في مصلحة البشر انه ينتشر انت ليرجعت تشتغل عليه وطبعا فيكي رفضت تدخل جينيفر في شغلها وقالت لها انصحك تبعدي من طريقي لانك ملكي اي حاجة في الشركة دي وخاصة بعدما ابوكي تخلى عنها وعنك واختفى وطبعا جينيفر رفضت تستسلم ليفيكي وعلشان كده كورباكس كان هيتدخل وحب يمدي ايده على جينيفر بس بالصدفة خيمي كان واقف وبيتفرج عليهم فاتدخل هو كمان علشان يطلع من تحت ايدهم وفعلا نجح في كده بس في المقابل اتطرد من الفندق هو واخته وجينيفر لما خرجت لقيت خيمي في وشها وعتذرت له على اتطرده من الفندق وقالت له تقدر تجيلي على الشركة وقال لك اي شغال هناك ففرح جدا بكده وفرح اكتر انها سلمت عليه وقالت له سعيدة بلقائك والله يا احنا الرجالة غلبة قوي المهم انه فعلا التاني يوم من اطلعها على الشركة وموظفة الاستقبال قالت له تقدر تستني هنا شوية وفي خلال الوقت ده جينيفر كانت تسحب في الشركة علشان هو يتسرق المشروع اللي فيكي شغال عليه اللي هو علشان تمنع انتشاره وفعلا قدرت انها تلاقيه واخدته بسرعة وحطته في كارتونة وهربت بيه بس قبل ما تطلع من الشركة العالم اللي شغ قال على المشروع خد باله انه اختفوا من مكانه فاتصدم وبسرعة كلم الامن وهو ضرب انزار الشركة علشان يقفلوها قبل ما حد يهرب بالسلاح وجيني كانت خلاصها تهرب بس للاسف ما لاحتجش ومبقتش عارفة تعمل ايه بس من حسنة حظها ان خايمي شافها ورقلها ودع علشان تشغاله زي ما وعدته فشغلت دماغها بسرعة ودته الكارتونة اللي فيها السلاح وقالت له اياك تفتحها ويهرب يا من هنا بسرعة وانا هبقى شغالك زي ما وعدتك فسمع كلامها وخ اضطرت الامن علشان يهربوا وفعلا قدروا نصف من المبنى واخد السلاح وراح به للبيت وما ان عائلته تفعة ومتخلفة مصممين انهم يفتحوا الكارتونة ويشوفوا فيها ايه فسمع كلامهم ولقواها حاجة على شكل خنفسة وشكلها جميل جدا واخدوا بسرعة مسكت السلاح وكانت معجبة بيه بس خايمة نفض كده وخدوا منها علشان يعينه تاني في مكانه وللاسف ما لاحقش لانه اول ما مسكه لقى الخنفسة دي نورت وكمان اتحبطت كأنها حقيقية ونطت في و وقفشت فيه وحلفة انها مش هتسيبه والكل فضل يصرخ لانهم فكروا مات خلاص ولما عم رودي حاب يشيلها من وشه ضربته الكهرباء القوية فطيارته وكمان الكهرباء طلعت منها ففصلت كهرباء الحي كامل وهي لسه مسكة وخيمة ورفضت سيبه لحد ما لقيت مكان في جسمه تدخل منه وفعلا دخلت في داره بدأت تستحوز على جسمه وتسيطر عليه وبعد اللفظات بدأت تحوله البطل خارب هو بتغطيه بالحديد بتاعها لحد ما بقى هو وهي واحد وبعد اللحظات بدأت تكلمه وهو مش فاهم اي حاجة فخدته طارت في جولة صعبة شوية علشان يتعرفه عن بعض اكتر وفي البداية طرعت به الفضاء وكانت البدأ بتعمل كل دمعة علشان تختبر كل الخصائص بتاعتها وتشوف ايه اللي لسه شغال فيها وايه اللي قاطن بس طبعا بعد ما فرعدته وطلعت عين امه ودمرت الدنيا عرفت ان كل الخصائص بتاعتها شغالة وزي الفل وكمان فيها حيات جديدة ما كانتش تعرفها وكده خيمة بقى بطل خارج بسبب اتحاده مع البدأ اللي اخترته بنفسها وكمان بتاخد كل او مره منه او بيساعدوا بقى بس علشان تصلع ضلطتها خدته تاني وطارت به ورجعته لنفس المكان ودخلت في جسمه تاني علشان يرجع انسان طبيعي بس هو من الصفقهم عليه ولما فاق غير هدومه بسرعة ورح يبحس عن جيني علشان يسألها هو ايه اللي دخل في جسمي ده وفعلا لقاها بس كانت بتهرب من حد وبين انها خايفة واهول ما اشافته رجبت معها بسرعة وقالت له يهرب وفي ناس كانت بتضرب عليهم رصاص كتير لكن في الاخر قدروا انهم يهربوا منهم وخيمة خدها مع البيت فسألته فين العلبة اللي اتقالك فقامه ورها شكلها وهي لازقه في ظهره فاتصدمته قالت له مستحيل دعمتي ممكن تقتلكو كلكو علشان تعرف تاخد السلاح ده تاني وخيمة قال لها ماشي انا عاوز اشيره من جسمي اصلا فقالت له مستحيل برضو يخرج من جسمك لان هو اللي اختارك وفي نفس الوقت فيك الكرد كانت بتعرض سلامها علشان ارد في الجيش وكان هو جبي جدا هو متحمس يشوفه بس كرباكس رحلها هو خدها علشان يبلغها ان السلاح تسرق منهم وانه اتقرف بنفسه علشان يرجعوا تاني وفي نفس الوقت تجيني خدت خيمة وهو عمه رودي علشان يرجعوا تاني للشركة وممكن هناك يلاقي اي حل المشكلة دي ورما وصلوا لقوا الكراباكس في الشهم وشكله ما كانش نوع على اي خير وبدون اي مقدمات هجم على خيمة بس فجأة الكائن اللي هو خيمة استحوز على جسمه ودفع عنه وطهر كراباكس مما كانه فكسر بيتمثال وهنا بقى كراباكس بدأ يتعصم وعصبيوته شكلها وحش جدا لانه لما قالع الجاكت بتاعه بد يتحول لقال مدمر هو كمان ودخل مع خيمة في معركة ومن الواضح انها معركة صعبة جدا عليها بس من حسن حظه ان البدلة اللي بتدفع عنه كانت زكاية شوية وهي اللي بدأت اتعامل مع القطر اللي بيواجهها بنفسها وكابداية عملت تفجير قوي طيارته وبعد كده مسكته وعمرت منه بطاطس مهروسة ولما وقع خلاص طلعت سفن وكانت تخروم بيهم لكن خيمة منعها من كده ورفض انها تقتله فنفزت اوامره وفي اللحظة دي رودي والجيني وصلوا وكاراباكس كان هيقت لهم بس خيمة راحوا بالسرعة ويقف قدامهم علشان يحميهم وكان يوميكس استغل الفرصة دي وضربه وكمان ضمر له جزء من البدلة ومسكه وهانه وقال له كان احسن لك تقتلني لما جالك الفرصة وخلاص كان هو اللي هيقتله بس رودي تسرب بسرعة واللبس كاراباكس جهاز كبير كده ومعرفش ايه ده المهم ان هو طياره وبسرعة اخد خيمة وهربه ووجيني خدتهم وراحت لفيلة ابوها المهجورة لان في الغالب محدش هيبحث عنهم في الفيلة دي وكمان فيها مخزن سري والمخزن ده عبارة عن معمل كبير ابوها كان بيخلص فيه كل شغله وكمان اتضح ان ابوها كان هو المتحكم في بلوبيتل او الجهاز اللي مع خيمة ده بس زمان وكان بطن خارق ويدفع عن الخير وخيمة راح يخسر وشه فلا فيه جرح وبسرعة لقى الكائن اللي عايش جواه هعالجله الجرح ده في لحظات وردي بعد دراسة طويلة في معمل ابو جيني اعرف ان الكائن اللي عايش جواه خيمة ده يبقى كائن فضائي وللأسف ما فيش اي وسهلة ليه ميقدر يشتروا بها من ج اسمه الا وهو خيمة ميت وكده خلاص هيعيشوا طول عمرهم مرتبطين لبارة ولما خيمة حاس انه زعلان عمو قال له بس يا مغفل زعلان من ايه انت كده بقيف بطل خارق وهو محدش قدر وعند غيرة خيمة في جيش كامل تبع شركة كرد حجم عليهم وهددهم انهم لو ما سلموش خيمة هيصلص عليهم واتصلوا عليه بسرعة وهو اتحول لبلوبيتل وبسرعة رفضهم علشان ينقذهم وبرده رفض استخدام الاسلحة علشان مش عاوز يقتل حد هو عاوز يعطلهم مش اكتر بس وهم استخدموا ضده كل اسلحتهم لكن طلعت ما بتأثرش فيه وفيك كردة حابت تشوف قدراته وطلبت من رجالتها انهم يستهدفوا عيلته وهما فعلا استهدفوهم وادحوا يضربوا ضرع عليهم وبسرعة خيمة يوقف قدامهم وانقذهم وهو طلب من البدل انها هتساعدوا في انه يتخلص من الجنود بس بدون قتل وهي فعلا ساعدته ودخلوا في معلقة قوية وضرب ضد كتير وقدروا انه يوفر لأهله فرصة علشان يهربوا بس للأغرف وهما بيهربوا في جنود ميس كوميلي وقاب وهو لما رجع لها اتضربوا فوقع جنبها وكل ده خيمة لسه مشغول مع الجنود وفيك الكردة طلعت مجهزة له جهاز ساق علشان تقبض علي بيه وخيمة الشغل مع ابوه اللي بقى شكله خلاص بيودعه وفيك استغلت الفرصة دي وامرت كارباكس انه يضرب وفعلا ضربته بالصعب بتاعه فاتكتف بيه وخسر كل قوته ومعاش قادر يتحرك وشايف ابو بيموت قدامه وكمان بيته بيتقرق وهو مش قادر يتحرك وتقبض عليه واخدوه مشيو ولما النهار طلع علي لهم الجدة شجعت باقي العيلة وقالت لهم مفيش عندنا اي وقت للحزن ولازم نتسرم بسرعة علشان ننقذ خيمة وجيني قالت لهم تعالوا معي هقدر اساعدكم برضو واخدتهم ورحت لمغزن ابوها اللي كان فيه سلاح الفتاك اللي كان بيستخدمه دايما في الاوقات الصعبة وكان عبرع عن فنفسها عملاقة وبالطير ومجهزة بكل الاسلحة اللي ممكن تيجي في بالكو او ما تجيش في بالكو برضو وبالنسبة الخيمة انفصل بتوفي الجهاز علشان يبدأ يمتصد كل القوة بتاعت بلو بيتل من جسمه وينقلوها الجسم كاراباكس وجيني سلمت كل شخص من نهلة خيمة السلاح ممكن يستخدمه او ينفعه للمعاركة اللي جاية وبالنسبة للجدة الشريرة دي فخدت السلاح ده وعند خيمة فولاء نفسه هيتسحب منه كل قوته والعالم اللي هيعمل العملية دي قال لفك انت كده هتقتليه فقالت له مش مشكلة اعتبره اضرار جانبية او تضحية علشان العالم يزدهر وجيني والعائلة دي ووصلوا المكر فيك كورد وبدأ معالكتهم مع كوني الحراس اللي برة ومن الوضع ان الفيس الل اللي راجبينها دي على وضعها وقوية وكمان بكل بساطة ضربت مخدر في الجو فنايمت كل الحراس اللي برة بلا اي استثناء وقدروا انهم يتخلوا للمبنى وعملية نقل البلو بيتل بدأت خلاص وخيم كان بيتقلم جدا من كده وجيني وهي بتحول توصل لخيمة اكتشفت انفكي عاملة جيش قليم وكانت مخبيهم تحت الارض وانه يتشغلهم كلهم من الطاقة بتاعت الالي اللي بتخرج من جسم خيمة وجيني بدأت هي وميلي انهم يملوا المكان بمتفجرات علشان لما يخرجوا منه يف وجروا وخيمة حلم بابوه اللي قاله انت لازم ترجع وتنقذ عائلتك ووقتها الجسمه بدأ يفوق ويرجع لكل قوته بس كان متأخر لانهم صلاتوا نقل الطاقة للجسم اللي بدأ يتحول لقالق تقوى بكتير من اللي كان عليه ووجيني لجمت مؤلدات الكهرباء وفجرتهم بسرعة وبسبب كده الكهرباء قطعت من المكان والجهاز اللي رابط خيمة فتح لوحده وقدروا ان يفك نفسه بس للأسف ما كانش فيه جسمه اي طاقة وكان يخلص عليه وعلشان كده العالم اللي نقل الطاقة من جسمه ف وتح له باب المعمل علشان يهرب وفيك تعمل صابت من كده فامرت كهرباءكس انه يقتله وفعلا قتلوا قدام عين خايمة وبالنسبة لخايمة فمش هيعرف يستخدم البدلة الا لما ترجع تشحن طاقة تاني ومن الواضح انها مش هتشحن الطاقة دي دلوقتي خالص وفي نفس الوقت كهرباءكس بقالي كبير جدا هو مرعب ومليان قدرات خارقة وخايمة لسه بيحاول يهرب من اي حد بيقابله لفحد ما بدلته تتشحن بس في مجموعة ساكر حصره وكمان يخلص عليه لكن ما لحقوش لان جدته هي اللي لحقته وجابتهم الارض وكمان مشيت معاها وبقت هي اللي بتحميه وبتقتل كل اللي بيقابلهم في لحظة صدمة منه اللي هو ايه ده انت جدت بيقاده وقلنت حد تاني وفيك شافت جيني قدامها فامرت جنودها انهم يقبضوا عليها ورقيلها كلها تجمعت وكانوا يهربوا بس خايمة عارف ان جيني واختو ميلي مش معاهم ففرر انه يرجع لهم ويمقزهم وفي نفس الوقت ميلي كانت واقفة مع شوية جنود وحبت تجرب السلاح اللي معها وبصرا وحط لها السلاح جميل وعمل معهم الغلط ولما حب يضربوا عليها نار استخدمت السلاح كادير عالية وفي نفس الوقت خايمة كان وصلها وكمان بديته تشحنته وبقت زي الفن وبقدر انه يستخدمها وبسرعة دخل على الجنود ولعب بيهم شوية وفي الاخر طبعا هعمل منهم طبق تاجم باللحمة المفرومة وانقذ اخته وهو ما سألها عن جيني لا حاجة ضربته فطار بعيد واللي ضربه ده يبقى كاراباكس وبسرعة هجم عليه ودخل في معركة معاه وكانت معركة صعبة جدا واصعب مما كان ي تخيل وده لان كاراباكس زي ما انتم شايفين بقى جاشيم وغبي وكأنه كان كارح كاراباكس كرهم ونزلوا ولادة ما عرفش ليه بصراحة بس اوكره وخلاص والحصن حظ خايمي انه معاه قالي بيفكر له وده لانه لو عاش بتفكيره اتموت من اول دي اياه المهم انه فرح شوية بس كاراباكس الصدمه وعمل معاه لو جلاش ونزل ضربه فيه مين هو شمال لحد ما البدل عتزرت لخايمي وقارت له انها مش هتقدر تحميه اكتر من كده وسابده تضرب لوحده ففضل ي بدون اي استجابة وكاراباكس بعد ما طفنه قاله ما حبيتك لاغلك هي اللي مخليك ضعيف وطلع السيفة وكان هو يخرم خايمي بيه بس ملحقش لان رودي وصل وشتت انتباه كاراباكس لحد ما خايمي قدر انه يهرب وطبعا كاراباكس رد على رودي بمدفع وتقريبا كده فرتكو وبسبب كده خايمي تعصب ما بقاش فارق عنده انه يقتل حد وبسرعة استخدم كله قوته اللي في القالي وضرب كاراباكس بيها وجينوية ما عمتها فيكي قالت لها تقريبا كد كاراباكس بتاعي كمان فقالت لها مش مهم المهم ان الشفرة بتاعدلو بيتل معي خلاص وبكده هقدر اسمع جيش كامل من كاراباكس وبسرعة جيني كانت عاملة حسابها وفبقها البنى بتتنفخ كتير كده هي اللي بنا متطورة تقريبا فرامتها في الطيارة وهجمت على عمتها اللي ضربت الامن بالغلط فقتل الكابتن الطيارة ودخلت جوه البلونة اللي تنفخت من اللي بنا دي ايا وعمتها ووقع من الطيارة مع منا وكمان الطيارة وقعت وانفجرت هي كمان وخايمي مس الكاراباكس وعمل منه بطاطس مقلية وما اكتفاش بكده لانه كان متعصب منه وربط ايده في الارض علشان يسبته ويقدر يتسلع عليه برحته ونزل ضرب فيه بدون اي رحمة وكان صلاص انه هو يقتله مفيش هزار وفعلا كان هيخرم راسه بس المدلة مناعته من كده فسألها ليه بتعملي كده فقالت له لانك مش قاتل وما حبش انك تكون قاتل وكمان علمتني ان ما قاتلش حد وطلبت منه ان يسيبه يمشي فسألها واهلي اللي قاتلهم فقالت له في عملية نقل الط من جسمك لجسمه دخلت في عمله واسمح لي اوريك الماضي بتاعه ووقتها عرضت ماضي انه من وقت ما كان طفله وهو تابع للجيش وكانه بيجبره يقتل من وهو طفل ولما تعرضت لاصابة كان هيموت فيها وفيك خادته وعملت على تجربة وما كانش فارق عندها يقيش او يموت المهم ان تجربتها تنجح وكمان قبل ما الجيش ياخده امه تعرضت للاتل قدام عينه عن طريق قصف طيران على مدنيين وطبعا ديت فولة مأساوية وبسببها خايمي فعلا مرضيش يقتله هو يسابه وكمان لقى عم رودي جاي له وبيقول له ما تخافش انا لسه عايش وكارباكس لما لقى خايمي فكه وكمان خاد يده ساعده علشان يعرف استغرب وخايمي قال له انت غلطان ما حبيت العلتي هللي ما خلياني قوي وجيني كورد خادت الجهاز من فيكي ورمته قدامها وكسرته لمية قطعة قدامها فتعصدت وامرت كارباكس انه يقتلهم بس هو ما اهتمش بيها وبص الخايمي وقال له خد علتك كومش من هنا بسرعة ولما نشيه كارباكس رقل فيكي وقال لها انا دلوقتي فاكر كل حاجة انت عملتها فيها وبدأ يتخيل امه قدامه وقرر انه ينتقم وشد فيكي من شعرها ودخل بها في المكان اللي قايت نار وكمان انفجر كأنه كومبلة زرية وبكده اكيد انها تفرتكت وليلة دول هرب وخرجوا من الانفجار على اخر لحظة وكلهم كانوا فرحانين بانتصارهم واخدوا جيني في حضنهم كأنها بقت واحدة من العيلة ودلوقتي بقت هي المالكة الوحيدة لشركة وفنادق وكل ممتلكات كورد وطبعا كده هيا وخايمي بقى حبايب المهم انه هو وعيلته رجعوا البيتهم اللي محروف ومتدمرت وكانوا في حسين محزن بس لقلقوا كل جرانهم جاين يساعدوهم وكمان جيني رأت لهم وقيت لهم ما تقلقوش لان تصليح البيت هيكونها على حسابي وده لان شركة هي اللي دمرته وكمان طرعت جايبة عربية دي يا رودي بدلت دمرت خالوا في خلال فترة وجودها معاهم وقبل ما تمشي خايمي قال لها انتراحة فين فقالت له البيت ابويا فقال لها ايه رأيك انا اللي اوصلت ففرحت لانها مش سلكت وقالت له ضلة بينا فخدها وطار وبالنسبة للمعمل بتاع ابوها فزي ما تفتكروا اني قلت لكم ان ابوها كان مختفي مش ميت وتقريبا مش عارف يرجع بس قدروا انه يتواصل مع الاجهزة اللي في المعمل بتاعه وطبعا ده كان بقى عجوبة وسابر سلل بنته جيني وقال لها فيها انه ااسف وانه بيحبها واخر حاجة انه حي يرزق وطبعا احنا ما نعرفش اختفى ازاي او فين